أطلقت مؤسسة حياة كريمة معسكر إعداد الكوادر التطوعية السادس لعام عشرين أربعة وعشرين بمدينة الشباب بالغردقة ويستهدف المعسكر مائتي شاب وشابة بهدف تأهيلهم وتطوير مهارتهم في مختلف المجالات التي تعزز مشاركتهم في العمل المجتمعي نحن النهاردة بنشهد فعاليات المعسكر السادس للمؤسسة المعسكر بيتم على مدار ثلاثة أيام بنتناول فيه موضوعات مهمة جدا ومحاور عديدة على رأسها مجابة الشائعات والحروب الإدراكية والتنمية المستدامة وخطة مصر عشرين تلاتين بالإضافة لمحور اللياقة البدنية والتغذية السليمة وأيضا المحاور المختلفة للمهارات الحياتية وأيضا عندنا على هامش المعسكر دوري كرة قدم بيشارك فيه ثمن فرق مختلفة جزير بالذكر أن بيشارك معنا في المعسكر النهاردة جامعة قناة السويس وجامعة برج العرب والفرق اللي موجودة منهم اللي كانت بتشارك معنا في دوري جول وأيضا اللي فاز بدوري جول كانت جامعة قناة السويس وبتنافس بقوة على كاس معسكر السادس لحايا كريم إحنا النهاردة اليوم التاني على التوالي في المعسكر المعسكر هو توعوي وفيه شك رياضي فيه فعليات رياضية بتدمي بالليل على هامش المعسكر فيه دوري رياضي تعليمي طرفيه تعليمي طرفيه عندنا شك رياضي بيتمي بالليل على هامش المعسكر مشارك معنا ست محافظات وخمس محافظات وجامعتين مشارك معنا الصندوق كنت طوائعين الصندوق بعض المحاضرات أو نبز عن المحاضرات الموجودة في المعسكر هي فن التخاوض التغذية الصحية السليمة دور مؤسسة حياة كريمة في القضية الفلسطينية أولا أنا سعيد جدا لأنني بشارك في المعسكر السادس لحياة كريمة تقوم باستضافته من مدينة الغرضاء في المدينة الشبابية المعسكر بيضم خمس محافظات المعسكر بيحتوي على محاضرات شيقة جدا ومحاضرات مفيدة للشباب وبيضم أيضا جانب رياضي بيكون في نوع من أنواع التنافس بين المحافظات التنافس الحلو خالص استفدت حاجات مهمة جدا أول حاجة إزاي أحارب أو إزاي أعرف الحروب الإدراكية وإزاي أواجه الشائعات والتعرفت برضو إزاي أقوي من جسمي أو بدني زي اللياقة البدنية وطبعا شاركت مع محافظات أخرى ودي حاجة جميلة جدا ونشرت ثقافتنا طبعا أسوان وثقافات أخرى